بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا يصر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعلوان أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء والآن مع الشريط العاشر الإصباح والإستمام لصوت المقر وغلاها هذا لا يدود لما يتردد وراء ذلك من الحكم فهذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية مرارة ورسلة لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة وراء الذي أرى فعاد الله لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها هكذا زعل بعضه وإنما يسمع صدى الصوت صدى الصوت وليس الصوت وهذا أمر الوقع عندنا في المشح مع نفسه منذ نحو 20 سنة صعد المفتي إلى جبل قاسون حيث القضاء والترحيزون فأسحب معه موظفاً من إخواننا هنا من ذلك لي يحرجه بعد مقاس الحب آلية فالنفسي آنس من صاحبنا رشداً فأحب أن يتباغر بأنه يريد أن يستفيد من وعيد الملك ولا يعلم بأنه يريد أنه يريد أن مغالف رجل بكريفه قال أنا موديد ما سلك هذا الصوت الذي تضيعونه على البلاد آلية فيسمع هل هو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت قال أنا هو الصوت نفسه هذا الرجل فرم تأسس بهذا المجال لا أحد صاحبنا بأن الشيخ يشكر في هذا الجوار ويرى أن هذا الصوت غير سهو نحنه وإنما هو صداره ويأتدى صاحبنا حول ذلك صاحبنا تنبأ فالدفع ليسأل يا حضير الشيخ هل ما كننقر بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداره من أكبر كبير لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن رجال أن نسمع لها لأننا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداره أما إذا كان الصوت هو صوت بعينه وحضرنا علينا أن نسمع عليه ونكرره حقنا حقيا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية لك الوثيبات وجود اتلاعه وهم يذهبون إلى مجرم السيدة قال لو كان رجل في والي فاستمع صدر صوت رجل قرأ آية سيدته فهذا يجب عليه السبيل قال لك لما لأنه لم يسمع الصوت وإنما سمع صدر الصوت فالتقيه منهم المشاركي ليه يريد أن يستفرج الآن بناء على ذلك الحفلة المصدر من قديم الزمان حفلة يناسب هذا الأمر الحادث في هذا الزمان وهو صوت كمديا ترى إذا سمعنا منه أغاني النساء وآلات المشيطة والقرب أن يجوز ذلك أم لا في المساعدة قولاني إذا كان ذلك هو صدر صوت جاز وإذا كان الصوت نفسه ليس هذا في الحقيقة غفلة عند صدر النبيع من صرف بين أن يكون هو الصوت بعينه قالوا صدر صوت لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع الصوت الموقع قالوا خاشة الفتنة هذه الخشة قائمة سواء فخلصتنا في بيان حقيقة سماعنا ريال الصوت أو صوت نفسه أو رواسط الصوت الفتنة قائمة نعند إلى المسألة الأولى لا يجب المهر إلى شخص المرأة لأن فيه فتنة لكن إذا نظرت إليها في سورة هذا يجب لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى حشرة وإذن أنه يتوتر أيضا من النظر وعلى المشاهد بين الشباب الذين يترافتون على شرار المجمال التي فيه النساء العالية لماذا لأنه يشبعون نهنة شبههم بالإطلاع على الإسرار العالية ولا شكاً لأنه من أسباب انتشار الإستمناع الذي يسمونه بالعادة السرية كنطيفاً وقع الإستمناع عن حل الشرع حتى حتى وصل البعض من هذه سيسرة من سيسرة عن قوائم الشريعة إلى أن يقول أن رجل إذا رأى صورة المرأة في مرآة أمامه هذا جائد لأنه ينظر إلى المرآة ومعظم من الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرجل الرائع في المرآة هي تكون خلفاً فتنتج مكتة مدحكة مكتية ذلك أو تلك هي أنه إذا نظر هذا المتخلص أمامه في المرآة جائد فإذا تفت هكذا حول لما لأنه هنا ينظر إلى حقيقة ورمي إلى المرآة هكذا وصل الثق الإسلامي إذا مد في هذه المهزلة المهزلة مستغل هو عدم تمسك القواعد الشرائي هذا معرض أن ألحث مضحه بالنسب لما سرق إلى البيان أحسن حديث 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 انتقل من النظر إلى سورة إلى الاستدلال في حبشة النظر إلى الحبشة نظر إلى أشباث فما علاقة النظر السورة السورة لكس البحث أو السورة ليس متعلقة بسورة وإنما بالنصوح فهن الأشباث حديث فنظر نظرة السيد عائسة طبيع ضع لعب الحبشة هذا أمر مسموه به لا ولغيرها لأنها منصفة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشباث فاللعب مثل إلى نظرة مرأة إذا معرك اتساب لا أفضل في بال المرأة يمعين ما قد يوسف سيطان إليها أن تحذب في بصرها إلى اشتغس بذيء قد يعني تثرب جماله وعشته فعلينا النظر صلح به لأن الفتم تمامون من حيث أن النظر المتوجه ليس إلى الشخص أو الأشخاص وإنما إذا لاعب بالإراض يضع إلى ذلك أن هذا النظر وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ وسائل للإستجاد لملاقات الأعزال وإلا فلا يجر كل العبن في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في المشق مسجد يعرض بمسجد بني أمية بالمسجد الكبير فيه ساعة كبيرة جدا ومشروفة تكون عادة في ساعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أمسا يقول هذا المتفسف أيضا لو كان بيده من أمور سيء يجعل رالي الساعة من المسجد ملعبة بلدية ملعبة كرة القدم لا يجوز انتخاذ المسجد ملاعبة لكن أجاز المشهور عليه السلام لحبشة أن يلعب في المسجد بالحراج لأنه من باب قوله فرارش تعالى وأعيد لهم ما استطعت من قوة إلى أفر الله هذا هو الدوار عن مسألة نظر لائشة ونظر لائشة حين نفس الحديث إلى لعب الحبشة فالنظر إلى لعب الحبشة وهو لاعب مشهور غير نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصية على هذا يمكن أن نخرج الحديث اللاعب وحين لا يستطيع مع نفس القرآن الذي جاء فسوال وكل المؤمنين يجعون من أفصاره ويحفظه رجعه وكل المؤمنين يجعون من أفصارهن ويحفظن في رجعهن فليس هناك مجال أبدا لتأويل الآية إلى المعنى الذي أشار السائد إليه أنه ينظر هنا إلى القصد ينظر إلى القصد فإذا كان النظر بقد سيء وهو مقصود الآية أما إذا كان النظر بقصد حسن فليس يدخل في النعي في الآيات هذا هذا هو من باب التأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريبة السلف يعني طريبة السلف هو تفسير الآية بالآية في مجدد وإلا تفسير الآية بالحديث وهنا أحاديث كثيرة تبين لنا أن نظرك أولى لك والثانية عليك قال عليه السلام يا علي لا تتبع لا تتبع نظرة النظرة فإن النظرة الأولى لك والبارية عليك من دل الذي يستطيع أن يقول إنه أحسن وأنسك وأضبط لأوالك وإنشي من عليك من هؤلاء المتفكين الأمثال ليقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة وهذا يجب الطاهر الزكين النفس قد قال له عليه السلام صراحة لا تتبع نظرة النظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك أي إن من عاد النظرة إلى شخص المرأة إلا كذلك فذلك من فتنس الشيطان ولذلك جاء في حديث الخاتعمية في صحيح البخار لما وقتت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها وقد أدركت فريدة الله الحج وهو الشيخ الكبير لا يدفت على الرحل قالت أتحج عنهم قالت لا يحج عنهم وذيك النبي صلى الله عليه وسلم أنقضر بن عباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شادان وكان هو وضيحا وكان في جميل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرح بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يخر الشيطان بينه الله فمن الذي يستطيع أن يقول إني أمرك من نفسي ما لم يبلك الفضل من عباس من نفسه حتى صدع الرسول عليه السلام عن تكرار النمر إلى الفتع مية بيده فينم وديني الأسابق هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر المسؤول عن نظرة الفجأة قال اسرح بصر نظرة الفجأة هي النظرة الأولى أن تكرر النظرة المرأة والمرأة فهذا قد أمعنا به أن نصرق له اسرح بصر والحديث الصحيح مسلم لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظرة إلى رجل كما أنه لا يجوز للرجل أن يكذر النظرة إلى المرأة إلا في حالة واحدة وليحالة خطبة إذا يقع في نفس أهدكم أن يغطب مرأة فلينم إليها فإنه أخرى المؤلم بين الله وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين ما حكم الدم الذي ينزل للمرأة قبل الوضع بتجر قليلا هل هو من دم النفاس أم ألمها استحابة استحابة دم النفاس بعد هذه القناة يرأى الزائل فيقول نرى في بعض الكتب أهل العلم أن يقصد الجنو الذين يتجرون من هذه السلام مثل التوكاني أن يلتم خطبة الإمام علي رب العلاء ودعال عنه بلقب عليه السلام كذا جاءت من تشابته أحسام الجنائف فلا لا تقولون بذلك أقول إن تخصيص علي رب العلم يشبه عليه السباب من بين سائر السبباء وشهيد هذا ليس سبب سليل وإن كان إخلاق هذه الكلمة حتى ولو ترنا معها لقبة الصلاة تجوج على كل مشكل كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وآله لما جار جابر ونبع الله أنصاري إذاره لأعوة منهم فبعد أنصاري وخرج فتلب تذبعه زوجة جابر فقال يا رب العلالله خذوا الله لن فقال عليه السلام صلى الله عليه وعلى زوجه كما أنه جاء صاريح وقال أن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم قال اللهم صلي على آبدي أبي أوفر فصرات على المسلم أمر جائد من حيث الشرع ورواح لكن العرفة الأول قيد ذلك بالأمبياء والرسل فإذ الأمر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يقل بمعنى أن يدعو على غسل فالأصل أنه زائد ولكن يقل ذلك في مكان أو مأناس لا ينكرس عليه من الأمر أصد أصد كامل من العائل إلا أنه لا ينبغي تقصيص هذا الجوار بعليهم عليه السلام لأن ذلك من سنة المغالين فيه الشيعة ومكانه فإذا ما وزن ذلك لكتاب وكتب أهل السنة فيكون ذلك أفض قلم هذا أولى في ناغ مسأل السائل سيقول في نكبر القتل الخطأ إذا اثنان في السيارة وتجنور في السيارة وتوفي الآخر أي ليس السائل وإذا خدم رجل رجلا آخر عن الطريق وعن غير عمد ومات الرجل أيهما قتل خطأا وأيهما تسلد فيه البيئة والسفارة هذه المسألة لما أرى فيها الشيء من الزرطة لنقضي مراسة سبب انقلاب السيارة فإن كان الأمر يعود إلى تائفها لجهله بالتوقف أو يعود إلى حلل فكان في السيارة يعني يقول عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمل القير عليها ولو بسرعة متجيرة لتجامها ونحو ذلك من العلم التي ستكون عادة عند أهل العلم في نكانيك السيارة سببا بانقلابها فإن وضع شيء من هذه الأشياء أو ما ركبته من جهالة الشائف فإن إذن يكون قتل خطأ فعليه الزيا أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب متعلقة بالسائف جهلا بالسيادة منه أو بسيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانقلاب فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى فلا دية حينما يكون حارفا وطائما بتائج التجارة والعكس بعكس تمام هذا رأي في المسألة الأولى المسألة الثانية وإذا صدم رجلا رجلا آخر على الفريق وعن غير عمي وماش الرجل ولا يفقى أن هذا الخطأ هو خطر غير عمي فالمهم أن هذا خطر خطر هو المتوقف ويض تخرج أدية من تركة خطر خطر وعلي هي ولوما تنتسبب للخطر يقول هل التمساق والمضمضة وذي الثاني للغسل أما للغسل فلا لأنه لا يجب الوضوء فيه ولأن ولأنه فتبت في طريق مسلم أن النبي أقضى الله عليه وعلي سلم شعل عن الانتساب كيف هو فقال عليه السلام أما أنا فأحضر على رأي ثلاث حتيات فإذا أنا طال أما المضمضة والإسم شاع للغسل فهو واجه لثموص الأمر لذلك لغيهما حريفا عن النبي الله وعليه 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 لا ينفي واجه لذلك لا ينفي ما قلت ينفي قلت أن النبي صلى الله سلم سئل عادل غسل فقال عن نفسه التي هي أكبر النفوس وأظهرها أنا أحس ثلاث ختيات فإن أنا طائف فهذا يزل على شئ الوادي من التسجار وهو أن يؤلم بدنه بالماء أما الوضوء فهو شن وقد ثبت في حديث عائلها وحديث أم سلم الصحيحين وعليهما أن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه ويسلم لأن يتوضع بين غسل فهذا شن ولا شك لكن السؤال لم يكن متوجيا إلى الوضوء الوضوء بين يدي الوضوء هل يسرأ أم لا لو أنه كان كمان ثلاثان الزوار هو سنة وأنه لا يسرأ أن يكون الوضوء بعد الوضوء لأنه كلاب السنة إنما كان البحث خول المضمن ضوار الإنشاء كان تجيبه في غسل وشكرا ثلاثان 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 إذا كان تجيبه مستفى هل التثمية في غسل والدين الثلاثان التثمية في غسل الثلاثان لأنه ينوب مناب الوضوء ولا وضوء لمن يسمي الله عليك نعم مشفل التثمية تجيبه في غسل لأن الوضوء في الأقل الذي غسلت هنا لا يجيبه إلا بالتثمية فجالة الوضوء التي لا تجيبه إلا في غسل فإنه غسلت هنا فالوضوء يعني قام من غسله مقام من غسله من الثلين الحديث الثالث أما التثمية فنحن عندنا أولا المبزأ العام وهو اتجاه كل عمل ببس الله سبحانه وتعالى وثانيا الأصل في الوضوء الذي اختصر أنه لا بد من التثمية فليلسة بسبب هذا الزليل الخاص والثليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التثمية من جيد يذكر ذكركم في ثالث أحكام الجنائس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقادر السؤال من مقصود بالصلاة في المقادر هل يقصد بين المقادر أو أن يكون الخبر في ثالث المصلي لأن نجد كبيرا من المقادر فيها مصلى للصلاة على الميد المقصود تعمل الصلاة وجاء القبر لأن الصلاة وجاء القبر قد جاء النهي الصريح عنه وقوله عليه الصلاة السلام لا تجلس عن الخضور ولا تصل إليها أما النهي عن الصلاة في المقادر أو في المقصود فهذا حكم أعام وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث النبي كرنا ومما يؤكد هذا كرة الأحاليس الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة بل لفما تبلغ مبلغ التواس من النهي عن الصلاة في المتاج المذنية على الكبور فلو كان هناك نسج فيه حضر واحد فالصلاة آئة المسجد لا تصفف بذنة لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبر على خلاف ما يفهل بعض قتر الحنادر وغيره من أن المكان لا يسمى مصبرة إلا إذا كان فيه رائع الحجور فإن هذا قول لا ينطبخ أو لا يمشي مع مصبرة لغة ولا شرعا كما بيّن ذلك في الإسلام صحيحة الله لبعض التوبي المصبرة مصبرة المصبرة المصبرة المتحد لإسفلاء على الجنازة إذا كان مفتولا عن المخبوعة فهو أبر جائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصني على الجنازة في المصبرة وكان المصبرة جانب القبر فكون المصبرة جانب القبر أو القبر شيء وكونه محجود مفتر عن المصبرة شيء آخر فإن في المقض يوافع المصبرة أمني يوجده في بعض الجنازة هل هو مفتول على المصبرة أم من الذين ينخلون في هذا المصبرة ينخلون إما بين المصبرة أو بين المصابر أو إلى المصابر هذا التبطيق له سنة المراجعة فالثالث يقول أن الملائسة ينخلون على منام المصبرة بمدى قوة هذا الحديث وهل السفر سرجع السفر بحيث أن العاشر عن يمين السفر أكبر من الثاني والثارث مثلا كيف الحاج مع توصف الإمام لم يذهب الإنسانية إلى اليمين الذي أغفوه إن لم أكن نازيا أن هذا الحديث أنه يوجد ضعف وعلى ذلك فلا يرد هذا التشكال وإن كان أعيث يرد على بعض الحديث الصحيح لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس فختلفوا فقد جاء هذا أو جاء مثله في الصف الأول كما قال عليه السلام لو علم الناس ما في الصف الأول تستهموا عليه كما يرد على هذا الحديث الصحيح يرد على ذلك الذي وكرت أنه رعيش لما أذن إذا لو وقع مثل هذا الخلاف فالجوا الحديث رعيش تستاموا عليه لكن هل ستجدون مثل هذا واقع لأن العالم له أذن لأن الناس ليسوا جميعا في الحفظ على العمل لفضاء الأعمال سواء بعضهم يحتموا وضعهم لا يحتموا ولذلك لا يصير أي خلاف أو تجاهم فضلا أنه لا يصير أي ستخاص لنسبة الصلاة القطر الأول الذي صحى الخض عليه بغير ما حديث الصحيح فبالأولى أن لا يصير بشهر هذا الشلاف في الصلاة من عين الخطر فإن صحى الحديث يجوابه ما كان عن حديث الصحيح الحبدي على الخطر الأول وإن من صحى جمع رندس فالأمر أخواني فالإنسان سيقول ما حكم كمال الحواق بأي يدين يستخدم أما الضوار فالسنة حظ عليها النبي الفقر لم تأحد التسير كما هو معلوم حتى قال لو لا أنا أشفت على همتي تعرضت هم الاسدوائش عند كل الصنارة وعند أصلي هدوه ففي فضل عظيم أما بأي يد يتسوق أبل لنا أبل يسرى وليس 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 عندنا نحكم يرفع خلافة معروفة عند البقراء وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعين بدون نص يرفع النزاء وهو يتسوق باليمين ثانسا يتسوق بالشمال ذلك لأن بكل قول من القولين وبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار بكل من القول وجه لأن الذي يقول باليمين فهو ينفذ بمبدأ أيام في كل شيء والذي يقول باليمين أن هذا من بعض التنظيم فهو يحفر بنحو الإبراع والإسلام وكما قال تعالى ولكل علية وهو وليها تدس خيرا فمن غلب على ظنه أن هذا من بعض أيام فأيما ومن غلب على ظنه أن أو من بعض التنظيم فأي عثر الله وعلا وهو أحيانا ممن بعض التنظيم الواقع جمع نعم التنظيم التنظيم هو يعني طبيع عن حسن 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 صرر المختلفين إذا كسر الرسول وإذا كسر الرسول النصر إذا كان يستخدمه للتنظيم لا أنا مصر الثواث لا يوجد مصر لا عامة لكن المسألة يستضرع أليس الصمعية طبيع يمنعهم اليسرع اليسرع فالمسألة فيها جد النور أم هذا يلحق بهذا أم يلحق المسألة العائمة فليس أولا في المسألة يلقى عن بيع لذلك تسرع المسألة لكل إنسان حتى ما تضعين إلي نفسه وينشرح له خوف يقول هل نجوز قامت محاضراتنا عند رأس السنة الميلادية تحدث عن المسيح على الثلاث ومكانك الإسلام وما إلى ذلك أمور متعلقة بالمسيح وذلك لتعوة غير المسلمين لمن مطارق وغيرهم لاعتناق الإسلام وما تهم المداومة على ذلك أولا ذكرنا الأنش القريق حكم الأعياد الإسلام غير الأعياد الثلاثة عيد القطر والأوحى وعيد والثلاثة ثانيا من كان حقيقة قريصا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لا ينحصر الأمر بالقنام فرصة إستفاد النصارى يعيدهم ومن شاركهم فيه بدعوة إلى الإسلام فهناك مجالات جديرة لذلك من الكتاب والخطاب ونهو ذلك بدعوتهم في أي وقت تسمح نزال منه فليس هناك ما يبرر مشاركة المسارى لأعياد من دعوة تبليغ من دعوة الإسلام وبإستفاد ليس من الإسلام ما يقال اليوم رغاية تبرر الوسيلة لأن هذه القائلة مزعومة ليس الصائدة الإسلامية وإنما هي صائدة أجرية محبط ورقة للسلع بعض المتنين بالتأثر بها أنا جدتهم يواقعون ويطالفون أحكاما غير شرعية بدعوة أن تؤتي إلى مصلحة المصلحة دائما جمع استفاد طريق دائما طريقا غير شرعي كما أيضا تحكتنا في جلسة المبرش عن الفرق بين المصلحة التي يتبع الأرض بيها وبين الجزعة التي يسميها رعضا بدع حسنة فبكرنا أن المصلحة لها روض تابت أن تتوقف لجوال الأرض وإلا فلا إن كنتم تذكرون ما أقول أن قلت ولكن من كلام تذينية أن المختبين إذا كان أدخجس ولن يتمن في جمع والأرض وكان السبب في وجود المختبين في أرض المصلحة نابعا بسبب تخصيرنا في تخصير الإسلام الشرعينا لا يجوز في نجال أن نستخدم كثة المصلحة لأن نتج أو دوهمنا مصلحة بسبب عدم تخصيرنا بسريعة كنتم تخصير هذا شيء بعد تخصير يستخدم المصلحة النصارى بل لا يجوز اتخاذ الأعياد يمتدع عند المسلمين وسيلة لتحقيق مصلحة نحن نقول إن شبيرا من الجنمين اليوم يرسمون قرصة المولد النبوي يخطبون وإنذر وإلى آخره وقد يشاركوا في ناجك بعض الثلاثيين بدعوة أنها خرصة تبثنا وتستغل بتبديل الدعوة الثلاثية إلى هؤلاء الناس المستخدمين هذا ما نرغب جائزا دون من المشاركة في تعياذ نستخدم أنها ليست مسروعة مع ملاحظة أن تبديل الناس الدعوة بطريق المشروع نحن تبديل حقوق ونحن أخذ إلا عيد الخطر وعيد الأحقار وعيد يوجد نعم كيف يشارك سراء تتعبرون معروف نعم نعم سراء السؤال كيف كان في السؤال يسراء سراء إلى ماذا تتفضي انت يعدر شغال المحصر لكن ماذا بي يتراجع في الأصباح؟ فأصبع أنت تقول ما تتذرك تقول لكنها بأسرة لكن تقول إذا لم يخارفوهم في أعيانهم ولكنهم في أماثرهم في المسجد في المدرسة في المدرسة في ناجي في أي مكان إليان طالما يتحدثون بالدعوة التامية فهذا هو الشيء يأخذه خورا آخر وحسما آخر لا أمانيا لأنه لا يوجد مشاركة وإذا كانت تربحت أعلم يقول أن بعض الإسلاميين يعترمون خلصة الاحتفال بالمولد النبوي حتى بعض الثلاثيين يقولون فقيمت أن هذا أراه جائزة لما فيه من المشاركة في الاحتفال في شيء لم يخلص لنا فنحن نزد من حول المشاركة التعادية والشخصية أما الذي أنت بدأ أو ذهب إليه وألوك وفكره هل أنت روما؟ جائزة لك؟ نعم السائل سيقول هل يجوز نفس الذهب الحديق؟ أظن لما أدري غناءه في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعات النوع الأول هو الثلاثين النوع الثلاثين هو الذهب الأحمر صيغة وأدخل أو شب عليه بعض المواد الكيميائية حتى تحول لونه إذا ما يشبه لون الثلاثين هذا لا تجعله أحسام للذهب أما الثلاثين فلا تجعله أحسام للذهب لأنه نصف من الشراء يحرم المعادل السمينة ومنها الثلاثين الأبيض الحسام وطبيعة ولذلك فهذا الثلاثين يدخل ساحب الطاعدة بأصله في أشياء البعض أما الثلاثين الذي لونه بهذا الثلاثين فذلك لا يمرجه عن أصله كمعدل وعن حكمه في الشراء وهو التحريف على التطبيق المعروف السرسي والفق وما هم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم وغير هنا أمران يجب التحريف بينهم إذا كان الذهب المطل به شيء ما كما جاء الشراء بالقلم أو الزاعف شيئا يسيرا فهو موتفا لا نستطيع أن نقول بالأحلي والشيئ الآخر أن هذا الشراء المطلس أو المهوخ بالذهب إلى رؤية في يد إنسان تفاجر إلى الرأي أنه ذهب كلهم فإنساء الظن بمستعمله فحين ذاتا من ذاتا دعم يريدك إلى مدى يريدك لنطقي الإتعاد عن الثماري ريكنا هو ليس محوما إلى ذلك إذا أستاذ يقول لعاب السلب المجم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرم ويجوز أن تصيبني بها ويعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ببسمي بالماء والسراء ما لن تكون هناك؟ ليس في الحديث الأمر مغسر ما أصاب من بلد السبب من ملاء أو توب أو نفس فإنما فيه سولغ السلب منها يا حديث ولذلك المجملة أخترت إذا أصاب بلد السلب ثوبا وظهر أثر هذا البلد على أنه نجازا ظهر في الثوب وجب غزله أما مجرد ظهور بلد انتقل من الثلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلد هو ماء النجس لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عن السلام لرسل الله الذي وجد فيه كبر نور الجلب يبدو الله أعلم أنه الذي طمع من ذلك العالي جواب أليس إلا أنه يمطاب الاحديار ودفعة البيان لا تجد من يقول إذا لم يرغب من هذا البلد من الجسد يجعلكون في الثوب وهذا من يعرف جسم يحيله كله فقيم جمع السائل يمتح جسم السلب أعلم إذا كان من تقل من بلد جسم السلب إلى الثوب ورأى فيه نجازة فحكمه إجازة النجازة معروف وإذا لم يرغب فالحكم المجتمع يا جماعة لا ينبغي أن يحكم أقولنا ومشريعتنا الرسول يقول إذا ولا معنى هذا يخوينا انتقل جعاب السلب سلبنا فترتب الحكم المجتمع سبعا السراط سبعا سبعا أما الضوء المسؤول عنها فلا نعلم انتقال النجازة هذه إلى الثوب نتوهرم أو نظل وقد نتحقق أنه انتقل إلى هذا الثوب فيحدث حكم ولوانا عن مجرد ثمان بدل السلب مع طائر الله في هذه الحالة الثانية لا تعلق يكينا أن النجازة انتقلت من السلب إلى الثوب ففرق بين الأمرين طبعا 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 ما نقول قلنا نهده قال الكلب الكلب تبعا وقرد وراقبناه ثمانا أنه ماء مجى 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 كان انتقل من بدن السلب إلى الثوب لا تلعجوا ما بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجازة في غلبة الثانية فنعلم نعم أن الأحكام الشرائية تبنى على غلبة الغد وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يدخي في الأحكام الشرائية غلبة الغد هذا من ذلك كما أنه لا يجبني الجنة الأخرى أن تبنى الأحكام الشرائية على التوضم وعلى الظن المرجوع فظنوا ظنانه ظن رائع عليه تقوم الأحكام لما ذكرنا وظن مرجوع وعليه تقوم الأوهاب ولا يجبني الحكم للشرائي يؤمن من الأوهاب الذي يرى الذي يرى تقوم الأحكام ولو غلغة في محيرة أو في بئر فلا يجب النظر لأن الحديث جاء مخيدا لإنان أحدكم وليس في محيرة أحدكم أو بأر أحدكم هل هناك هل هناك هناك سفارين هناك أحدكم أم أنت تتخير تخيراً في أيضا هذا التخير تبخله لأنه ليس في موضوع وإنما تبخله في موضوع لما يتنزل الماء التخير ثم ما هو الماء التخير فالهو الكلثان كما هو ملغ سافع أم هو الماء التخير الذي لم تغير طعمه أولون وأورق فسوان كنت مع هؤلاء الذين يكلون بعمو هذا الحديث الماء الضعور لا يملكه بالنفيد في الماء ما لم تتغير أحد أطافه أو كنت مع القابلين في حديث الكلثين فحينئذن قدت هذه القائنة على الماء الذي وزد فيه أما أن توشي الدنات لطورة لم تكن متحققة في عادة رسولة على السلام فهذا تحتميل ملايح الحديث يكون فجل يعمل في اسم مراقبة المطار وأحياني مراقبة المطار وأحياني يكون دواب وصف الصلاة فلو كانت عملهم الصلاة من حد الثلاث المئات وصف الصلاة وصف الصلاة وصف الصلاة وصف الصلاة إذا كانت هذه الصورة تجفة تسابق تسابقها تفيد وهي الصورة المراقبة إذن ذاك نقوله الإسلام المراقبة يجب أن يتهجئ بعمله قبل أن يتفاجح مثل هذه الصورة التي يعتبرها فيارية يجب إذا كانت حقيقية أن يتهجئ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاة ولا يجمع عن رصد ما هكذا عبده تلجم بين الصلاة وصف الصلاة أمر وزع الله فيه عن المشنين كما جاء في حديث عبد الله عبد الله رضي الله من قوله جمع رسول الله رضا الله رضا الله أخي المستمع لم تنتهي هذه المهادة بعد فنرجو مواصلة بالتماع على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر